اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ازاروا لاصابة في جزع بالرقبة تعرض لها اثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الاجندة الدولية الاخيرة ويأتي خضوع ربيع للاختبار الطبي لتحديد مصيره من اللحاق بالقمة امام الزمالك في السوفر بعد تعرضه للاصابة بشد في العضلة الخلفية خلال تدريبية الفريق بالتيتش وذلك قبل السفر الى غنية الاستوائية لمواجهة كانسبورد اما ايمن اشرف فكان قد اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأسرا بالاصابة وحل زميله ياسر ابراهيم بديلا له وكشف خالد محمود طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي حجم الاصابة التي تعرض لها ايمن اشرف مدافع الفريق في مباراة كانسبورد وقال محمود في تصريحات صحفية ايمن اشرف شعر باجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقاء اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد مدة غيابه عن الفريق ويلتقي الاهلي مع الزمالك مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية في حضور 20 الف متفرج ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في النهاية شكرا لكم مشاهدين متابعين ولا تنسوا دعمنا بلايك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة